سلام المسيح و أهلا وسهلا بكم فرحانين بنكون وياكم شلونكم إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية هاليوم تأملنا بنعمة الرب اسمه أصابع الاتهام رح نقرأ من سفر الخروج في العهد القديم في الكتاب المقدس صح 16 من العدد الثاني كم آية إلى الأمام مكتوب فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى و هارون في البرية و قال لهما بنوا إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع فأنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع و قال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبز من السماء فيخرج الشعب و يلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي أمتحنهم أن يسلكون فينا موسى أم لا هذه ما كانت أول مرة ولا آخر مرة يأشر بها الشعب إسرائيلي أصابع الاتهام على نبي الله موسى والمبرر سيء جدا هو العيش في العبودية في مصر فضلا عن الحرية مع الله والسبب هو الجوع إمتى آخر مرة اتوجه ضدك أصابع الاتهام وبالخص وإنت بريء شنو كان إحساسك إمتى آخر مرة وجهت أنت أصابع الاتهام بجاه شخص أو باتجاه الله هل كنت أنت فعلا حقاني وعادل هل أنت كنت متأكد من الخبر اللي كنت سامعة شعب إسرائيلي اتذمر عدة مرات وكان بيلوم موسى كان بيلوم موسى وهارون أختهم مريم اتذكر كل مرة من ترفع أصابع الاتهام باتجاه شخص في ثلاثة أصابع اللي بتأشر عليك محتاج تفكر أنه انت همينه مو كامل ولهذا محتاج أنه فعلا تسامح أو تساعد أو تعذر الشخص اللي غلط بحقك مرات بنسبق الأحداث ونتهم الأشخاص بعدنا احنا ما نعرف القصة كلها ولهذا محتاج أنه فعلا نفحص الموضوع ما ناخذ مكانة شعب المتذمر نكون الشعب المشجأ اللي بتكلم بالخير بالبركة إذا عندك المشكلة أنه أنه واحد اتهمك واتهم عليك أصابع الاتهام محتاج تسامحة أو تطلب أنت المسامحة إذا أنت اتهمت أشخاص أو أشرت عليهم بأصابعك يا رب يسوع ساعدنا يا رب أنه فعلا ما نسرع بالقضاء ولا نسرع بالاتهام أيضا يا رب ساعدنا أن نسامح الأشخاص اللي اتهمونا باطلا ساعدنا أنه إحنا ما نعمل مثلهم باتجاه الناس اللي حولينا بإسم المسيح يسوع صلي أمين أمين رب يباركك نشوفكم بالخلق القادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر